من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تنسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقل ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدنون فلا تعدنوهن أن ينكهن أزواجهن إذا طراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعذ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناه عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناه عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوض به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله طيبين طهرين وصحابته غرين ميمين وتابعين لهم بإنسان إلى يوم البعث والنشور وبعث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم 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 السلام عليكم